نروح بقى مع حضراتكم للصحافة الرياضية وتحديداً مقر جريدة البوابة نيوز حيث تتواجد زمالتنا العزيزة مريم سميح اللي حتطلعنا على آخر الأخبار وإيه أهم المانشتات في كافة الصحف والمواقع يا مريم صباح الفل عليك وأهلاً بيك تفضل إحنا سمعين صبح عليك يا كريم وصبح عليك يا نهند وصبح لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز وطبعاً معانا عدة عنوين أو أحدث العنوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء والبداية من موقع اليوم السابع مشهور وبالوفاة يؤكدان ثقتهما في المنتخب الأولمبي وميكالي وجه الشكر للجبلية تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لقرة القدم في معسكر المنتخب الأولمبي واللي بيقام فيه لإسكندرية ده طبعاً علشان يعني يوجهوا الدعم للعابين والمنتخب الفني طبعاً اللي بيقوده المدير الفني البروزيلي ميكالي وطبعاً زار جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لقرة القدم بصحبة حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوي مجلس الإدارة وأيضاً محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب الأولمبي وطبعاً يعني يمكن وجهوا لهم عدد كبير جداً من الكلمات اللي بتحمل فيه طيها الدعم أكيد علشان طبعاً أكيد هما شايفين أن ده يعني يمكن تحدي ضخم جداً أن هما يكونوا موجودين في هذا المكان أو يعني هذه البطولة أو كمان يعني يمكن تصفيات المؤهلة لكأس الأمور الإفريقية تحت 23 عام طبعاً وجهوا لهم عدد من الرسائل إن ده تحدي صعب جداً وكبير ولكن هما شايفين أنه المنتخب الأولمبي أدوا وهيكونوا أد المسئولية إن شاء الله وطبعاً قالوا أن هما بدورهم أقدموا كل الدعم والإمكانيات اللي ممكن تكون موجودة في المعسكر وكمان موجودة في البطول علشان يقدروا أن هما يتأهلوا بسهولة وكمان أن هما يعملوا اللي عليهم كالتحاد مصري وكمان أكيد اللعيبة على الرغم من التحدي الصعب ولكن هما شايفين أن هما هيكونوا أدوا خلال الفترة المقبلة وطبعاً يعني بيأخذوا المنتخب الأولمبي معسكره الأول هو ده بقيادة ميكالي وطبعاً هيبقى فيه معسكر تاني خلال نهاية شهر سبتمبر الجاري وده طبعاً استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة الكأس الأفريقية تحت 23 عام والمؤهلة طبعاً بدورها للألعاب الأولمبية باريس 2024 وطبعاً ميكالي أيضاً وجه الشكر لعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لقرة القدم لأنه طبعاً شايف قد إيه هما بيوجهوا الدعم للمنتخب الأولمبي علشان يكونوا موجودين في التصفيات أو كمان في نهايات هذه البطولة تاني عنونا النهاردة من البوابة سبورت دوري أبطال أوروبا ميلان يتعادل أمام سالسبرج النمساوي طبعاً ساقت فريق ميلان الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي واحد واحد أمام رادبل سالسبرج النمساوي في المواجهة اللي قيمت مساء أمس ألس و لفاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخمسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا طبعاً للموسم الحالي 20-22-23 وفي نفس المجموعة ساقت فريق تشالسي أمام دينموزاغرب الكرواتي بهدف دون مقابل والحقيقة كانت مفاجأة صدمة لجميع جماهير نادي تشالسي ويمكن كل الناس كانت بتكلم عنها مبارح لأن طبعاً أكيد فريق دينموزاغرب الكرواتي مش بالقوة أمام تشالسي علشان يكون أو سبب في خسارة نادي تشالسي وده الحقيقة كان بمثابة صدمة كبيرة جداً بالنسبة للجمهور ومتابعي طبعاً نادي تشالسي طبعاً فيه مستهل مشوار البلوز فيه النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وبكده بيحتل ميلين المركز الثاني فيه لدوري الإطالي برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر نابلي من موقع يلا كورا أنشلاتي إصابة بنزمة ليست خطيرة أكد كارلو أنشلاتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن إصابة النجم الفرنسي كريم بنزمة ليست خطيرة وقال أنه تعرض بنزمة للإصابة خلال مباراة فريق أمام سلتك فيه دوري أبطال أوروبا وخرج بديلاً فيه دقيقة 30 من عمر المباراة وطبعاً قال أنشلاتي فيه تصريحات صحفية أو فيه المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة أن إصابة بنزمة ليست خطيرة وأنه هو هيخضع للفحصات غداً ويتم الإعلان عن نتيجة هذه الفحصات وهو شايف أنه هو هيكون قادر يشارك خلال الفترة المقبلة أو المباراة المقبلة وكمان يعني قال أنه هو يمكن يكون بنزمة شعر بالقليل من الإنزعاج خلال المباراة أو يعني قليل من الإجهاد وهو ده اللي خلاه يستبدله سريعاً جداً ده طبعاً عشان يحافظ عليه خلال المباراة المقبلة وهو قال كمان أنشلاتي أن هي يعني بنسبة كبيرة جداً مشكلة عضلية بسيطة جداً وهيتم تقيمها وطبعاً هيتم الإعلان عنها للجمهور خلال الساعات القليلة المقبلة أخيراً طبعاً لسه مستمرين في صراع دوري أبطال أوروبا ومن جريد الأخبار صلاح يقود ليفربول أمام نابلي وقمة بين الإنتر والبايرن طبعاً تتواصل الإثارة والمتعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والنهاردة يعني فيه تمن مباريات في هذا الدوري وفي إطار لقاءات الجولة الأولى الدور المجموعات للمسابقة تبدأ المباراة الأولى في تمام الساعة السبعة إلا ربع بين آيكس الهولندي وجلاسكو رينجر الإسكتلندي وفي نفس التوقيت يستقبل إنتر أخت فرانكفورت الألماني فريق سبورت إنجليش بونا البرتغالي وتستكمل مباراة في تمام الساعة التساعة مساء يلتقي في تمام الساعة تساعة فريق نابلي الإطالي مع فريق ليفر بول في نفس التوقيت يلتقي توتنم مع مارسيليا الفرنسي وفي المجموعة الثانية يلعب أتلاتكو مادريد مع بورتو البرتغالي وفي نفس المجموعة يلعب كلوب روجل بلجيكي مع باين ليفر كوزن الألماني وفي مواجهات المجموعة الثالثة يلتقي باين ميونيخ مع انتر ميلن وفي إطار نفس المجموعة بيستقبل برشلونة فريق فيكتوريا بلذن أل تشيكي وطبعا يعني يمكن في كل هذه المباراة اللي احنا ذكرناها يمكن ليفر بول هي تضل أو أهم مباراة النهاردة ضمن التمن مباراة لأن طبعا كل أنظار يعني السحرة المستديرة بتتجه لمباراة ليفر بول خاصة أن هما مستنين من صلاح الكثير يمكن علشان يعني يصلح مصاره أو يمكن علشان يصلح الإخفاءات الإخفاءات اللي تعرض ليها طبعا ليفر بول في البريمير ليج لأن طبعا زي ما احنا شفنا يعني عدد كبير جدا من العنوين الصحفية كمان كان بتتناول إخفاءات محمد صلاح أو يمكن هو ما كانش في مستوى المعتاد عليه من قبل جماهير ليفر بول فالنهاردة إن شاء الله يمكن يعني محمد صلاح يعني يعكس صورة أكيد مختلفة عن فكرة هذه الإخفاءات ويتسبب في مكسب ليفر بول طبعا في دوري أبطال أوروبا وطبعا يعني عايزين نقول إن صلاح يمكن أمام نابلي خاد تسع مباريات فاز فيها الفريق في تلات مباريات وخسر أربع مباريات وتعادل في مبارتين وكمان يمكن سجل محمد صلاح أمام نابلي هدفين وصنع أيضا هدفين وده يمكن يعني مذي بعض الأرياحية لجمهور ليفر بول علشان يظهر صلاح بشكل يعني جيد جدا وكمان علشان يكون سبب في تحقيق فوز ليفر بول النهاردة طبعا دي كانت جميع عنويننا الصدرة صباح اليوم الأربعاء وأهم العنوين في جولتنا الصحفية من داخل مقار بوابا نيوز بشكركم جدا الكلمة ليكم مرة آخر احنا بنشهر الجزيل الشكر زمنت العزيزة مريم سميحة على هذه التغطية الصحفية المتميزة